موسيقى أنا كان بقى لي حوالي عشر سنين متواجد في أمريكا مرجعت مؤخرا بسبب أزمة الكورونا الأخيرة الأسبوع اللي فات بس أنا كنت مسؤول عن حوادث العمود الفقري في مستشفى الدمرداش بجنوبة إنشامس وتحديدا فجر يوم ١٨ ٦ ٢٠٢ ٢٠٢٢ جاءت حالة مؤقضة الحقيقة ومتحولة من كذا مستشفى لأن كان عندها كسور متعددة في العمود الفقري وضغط جديد على الحبل الشوكي أدى إلى إصابتها بشغل نصفي وهذا كان نتيجة صغوطها من الدور الخامس طبعا الحالة عندما جاءت الاستقبال اتعمل لها تحاليل وأشعاعات أظهرت أن في اشتباه إصابتها بالكورونا والحالات الأزائية طبعا محتاجة تعاون كبير وبينتخصات مختلفة أولا محتاجة عزلة محتاجة أن يبقى لها سرير رعاية ومحتاجة أيضا أن نحن نحاول نحافظ على حياتها أولا ثانيا أن نحن نحاول نعمل لها اللازم للتأهيل الطبي طيب دلوقتي العينة دي بداية كانت محتاجة تتعزل طبعا في ظل ظروف صعبة جدا البلد يعني أمكة العزلة محدودة جدا إضافة لكده إحنا كنا محتاجين نحن نحضر لها غرفة عمليات منطقة العزلة بدلا ما تبني المستشفى تانية مخصوصة للعزل وفي نفس الوقت دي كانت حالة في عدة ذاتها محتاجة فريق متخصص في جراحة العمود الفقري لأنها كانت حالة مستهلة الحمد لله دلنا بسبب التعاون بين تخصصات مختلفة بجانب العظام أن نعمل لها عملية تثبيت للفقرات وإزالة ضغط على الحبل الشوكي في وقت قياسي يعتبر من خلال ساعات من دخولها المستشفى وده تعتبر أول حالة كورونا عندها إصابة شديدة كده في العمود الفقري تثعمل في مصر والحقيقة أول حالة أنا أعملها في مصر بعد رجوع من أم بيكا بلده في النهاية أنا بحب طبعا أشكر كل الفريق اللي ساعدنا في المستشفى الاتنان ده وطبعا أشكر كل أسازة بالزملاء بقسم جراحة العظام وعلى رأسهم أستاذ دكتور عملي خيري رئيسي القسم وكذلك إدارة المستشفى اللي بتكون بمجود كبير جدا في الظروف الصعبة أخيرا أنا أحب أطمن الناس في مصر أن مستشفى الدمرداش قوية وفيها كل التخصصات الحارجة وإن شاء الله تظل دائما موجودة في ظل الأزمة اللي مصر فيها حتى تنتهي إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة